أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف على المستوى العالمي يتطلب تعاونا مستمرا بين البرلمانات لزوق تشريعات متطورة تتسق مع تنوع أشكال الجرائم الإرهابية وخطابات الكراهية نعم وأشار معاليه لأن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة تحرز تقدما مستمرا في مكافحة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال وتساند الجهود والمبادرات الدولية الرامية لنشر السلام والتعايش بين الدول والشعوب جاء ذلك خلال استقبال معاليه اليوم سيد رينهولد لوباتكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ولفت معاليه لأن التصدي للجرائم الإرهابية يتطلب تكاتفا وتظافرا في الجهود بين البرلمانات والحكومات مؤكدا أن مملكة البحرين حققت الكثير من الإنجازات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وخطابات الطائفية والعنصرية وأوضح معاليه أن دعوة جلالة الملك المفدة أيده الله للمجتمع الدولي لتعزيز التعاون وإقرار اتفاقية دولية تجرم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية مؤكدا أن المجلس سيواصل التعاون والتنسيق مع الاتحاد وسيعمل على الدفع نحو مزيد من العمل البرلماني الذي يحقق مصالح الدول والشعوب من جانبه أشاد رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي أشهد بالدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر